ملف بيان رئاسة حكومة إقليم كردستان تحدث عن ضرورات التهديئة حفاظا على الكيان الدستوري للكرد وتثميرا للتضحيات السياسية التي قدمتها أربيل طيلة السنوات الماضية من أجل فرض احترام دستوري على بغداد بيان رئيس الحكومة مسترور برزاني جاء بعد موجة تشنجات وأزمات افتعلها الاتحاد الوطني وهو ما يعتبره البعض ابتزاز لحكومة الإقليم من أجل مكاسب اقتصادية ومالية دون مراعاة الوحدة الدستورية التي يتمتع بها الإقليم بيان برزاني تضمن إشارات ورسائل وتوجيهات مشددة ولعل أبرزها عرقلة اليكتي تنفيذ عمل الحكومة في الإقليم كون إدارة كردستان تتعامل مع جميع المحافظات والمناطق والإدارات في ميزان مساوة واحد الغرابة في الاستنتاج أن إدارة السليمانية عاملت كالمثل الشاعع الذي يقول ضرابني وبكى سبقني واشتاكى فمن ناحية يبرهنون أنهم ملتزمون بالدستور وتأتي التصرفات مخالفة للدستور من قبيل إرسال جهات مسلحة تابعة لهم للمنافذ الحدودية وأيضا الالتفاف على الإجراءات القضائية المتمثلة برفض تسليم قتالة العقيد هوكار الجاف من تالي فإن عملية السليمانية أو فإن على السليمانية أن تعي بأن المشاكل المالية ومسألة جمع الإيرادات مستمرة منذ نحو عامين حيث عقدت تعشرات الاجتماعات بشأن ذلك تم التوصل إلى رؤية واضحة إذا أحلها وهذا قد لا تدركه قيادة الاتحاد الوطني ترجمة نانسي قنقر